شكرا للارا مهاجمة الرئيس الأمريكي في العراق كانت الأولى من حيث استخدام الحذى لكنها ليست الأولى التي تعرض فيها رؤساء ومسؤولون في أنحاء مختلفة من العالم لحوادث محرجة حادث الرشق بالأحذية الذي تعرض له الرئيس الأمريكي جورج بوش في بغداد لم يكن الأول الذي أحرج رؤساء وقادة دول إن هذا الأمر لا يقلقني ولا يزعجني أعتقد أن هذا الشخص الذي قام بهذا العمل قام به من أجل لفت الانتباه وهذا شيء عادي يحدث في احتفالات وتجمعات سياسية ولكنني أنا شخصيا لم أشعر بالتهديد على الإطلاق وقد قدم الصحفيون العراقيون اعتذارا عما بدل عن هذا الشخص وأنا على قناعة أنه لا يمثل الشعب العراقي في بغداد نفسها وفي شهر مارس من العام الماضي اضطر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والأمين العام الأممي بانكيمون إلى إنهاء مؤتمر صحفي لهما بعد دقائق من بدئه بسبب انتجار بالقرب من المنطقة الخضراء هز القاعة التي كان موجودين بها وأربكهما ومن المواقف التي أحرجت أيضا مقادة وزعماء ما تعرض له الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما قذف بقطعة من الحلوى في أول أيام رئاسته لفرنسا ساركوزي تعرض أيضا لسلسة انتقادات لاذعة عندما شتم أحد رواد المعرض الزراعي السنوي في باريس رفض مصافحته قائلا له أغرب عن وجهه ساركوزي وإن حجم عن الاتذار عن الواقع إلا أنه قال إنه كان عليه أن لا يفقد عصابه وينفعل كما لم تخل مواقع الإنترنت من اللقطات التي أرخت لمواقف محرجة تمنى أصحابها أن يعود بهم التاريخ إلى الوراء لتفاديها سليم بوعزة العربي صعبة الله ليه جربنا صعبة